المترجم للقناة 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 يعني ممكن تكون أكبر ممكن تكون عنا اللي هي أقل يعني أشياء غير ظاهرة أشياء غير ظاهرة وممكن كمان عنا اللي هو الفيرز اللي هم يبيعوا لا اللي بيشتروا مع السيلرز اللي هم يبيعوا ممكن أنهم يغضوا الطرف عنها ومثابعوها بسهر أقل لا تؤثر على طبيعة المنتج أبداً وممكن هذا الكونسيومرز المستهلك لاحظها وممكن أنه ما يلاحظها هلأ كيف ممكن أنه نعمل ما يسمى اللي هي السامبلينج بلان بنحط عنا إنه الاي كيو ال هي من ضمن إشي منسميه سامبلينج بلان متذكرين عملية السامبلينج اللي هي جمع العينات وكيف تصنيفها وتغزينها يعني فيك فيك كتير عنا هلأ من ضمن اللي هي السامبلينج بلان اللي هي الاي كيو ال أوكي اللي هي الاي كيو ال طبعاً هذا من المسؤول عنها؟ إما بيكون عندك المسؤول عن الـ Quality Control Department أو مثلاً شخص ماسك بروجيكت معين مشروع معين مثلاً وهذا الشخص هو المسؤول يعني مش شرط يكون عندك إنه هو مسؤول عن كل الشحنات عن كل السامبل زي اللي بتيجي لا بيكون مسؤول عن بروجيكت أو مشروع معين فهو بيكون مسؤول عن عملية الـ AQL يعني بيكون حاطط إشي ما يسمى اللي هو السامبلينك بلان وحكينا إيش عندنا كمان خليني أتذكر إيش حكينا بس بجوز لهون هلأ بدي أعمل أنا عملية شيرينج ونكمل اللي هي للـ AQL بجوز إحنا حكيناها في عنا Critical Defect وفي عنا Major Defect وفي عنا الماينر Critical Defect حكينا إنه عدد العينات اللي إحنا لازم نقبلها على عيوبها is equal to zero معناها مش إنه small acceptance zero acceptance وفي عنا اللي هي الماينر Defect ممكن إنه نحكي عنه نعبر عنه بالرقم اللي هو الـ AQL 2.5 هذا بيكون عندك اللي هو small acceptance وفي عنا الماينر Defect اللي ممكن نعبر عنه اللي هي رقم يرافق الـ AQL اللي هو أربعة فبنحكي عنه AQL 4 فهاي عنا الأكثر قبولاً يعني ما بتأثر على المنتج ولا بأي شكل من الأشكال وممكن إحنا ما نلاحظها حتى أبداً إلا إذا واحد مثلاً حكي إنه في هاي العيوب أو إنه مثلاً إنه بيكون إنه طبعاً حسب الفحص اللي تم مثلاً اللي هي عادةً بتكون يعني physical أكتر منه بيكون عندك اللي هو chemical أوكي يعني ما بيأثر على المنتج أبداً يمكن قبولها ويمكن عدم قبولها ولكن بالأغلب إيش حكينا عنها اللي هي minor defects فهي تقبل اللي هي بشكل منيح فبنحكي عنها small acceptance بنحكي عنها high acceptance بالنسبة للمiner defects أوكي يلا هلا أنا بدي أعمل sharing على المحاضرة الموجودة عندكم طبعاً هاي المحاضرة نازل عندنا على الموديل الكل شايفها الكل شايف المحاضرة يلا جاوبوا آه طيب خلينا نرجع للمحاضرة هاي طبعاً الصفحة الأولى خلصناها بالكامل والصفحة الثانية خلصناها بالكامل وعرفنا وهاي حكينا عنها هلأ منيجي لوين منيجي هاي التابلز بعدو شفناها المحاضرة الماضية التابل هلا في عنا تو تابلز التابلز أول اللي بعطينا الكود لترز بالاعتماد على السامبل سايز والتابل الثاني اللي بيبين لنا بالاعتماد على اللي هو minor أو major أو إنه critical defects بيبين لنا قديش عدد العينات اللازم أقبلها من الباتش قديش عدد العينات اللازم إني أرفضها بحيث إنه أرفض الباتش أو اللوت كاملة أحسن هاد السامبل سايز كود لتر رح نأخذو عنا من الجدول الأول ونقارنو عنا بالسامبل سايز طبعا هاد عالمي انترناشنل أوكي يعني وين ما فتحت لها تلاحظ هاد تأخذ هادول لتو تشارتز أو هادول لتو تابلز طبعا في عنا هونا الاروز أب وفي عنا هون الاروز داون يعني ساهم نازل وساهم إيش عنا طالع السهم الطالع إيش بحكي لك بحكي لك إنه يوز فيرس سامبلينك بلان أبوف أرو والنازل يوز فيرس سامبلينك بلان بيلو أرو أوكي يعني البيلو يعني بدي أستخدم اللي هون واللي أبوف بدي أستخدم هاياته اللي هون هاياته يعني لاحظوا هون في الشي عنا أبوف أوكي طبعا إحنا بنوخدها بشكل يعني عام مشان عنا نفهم كيف هدول الجداول بشتغنوا مشان إذا مرة مثلا حصل أنت واشتغلت في أي مجال من هاي المجالات ومجالات اللي هيك كواليتي أو كنت مسؤول عن البروجيكت مش ضروري تكون أنت ضمن دائرة اللي كواليتي كنترول بس كنت مسؤول عن البروجيكت معين وهذا البروجيكت بدك تعتمد شحنات أو ما بدك أن تعتمد شحنات أوكي يعني بدك تشوف هاي السامبلز هاي بها الكاراتين بها السنديق مقبولة أو غير مقبولة طبعا هذا ينطبق على كل ما هو إشي مسميه منتج مشان هيك إش منسميهم يا منسميهم ايتمز يا منسميهم يونيتس أوكي مشان هيك يا منسميهم ايتمز أو منسميهم يونيتس وحكينا إنه الاسي معناها اكسبتنس نمبر والار اي معناها ريجيكشن نمبر طبعا حكينا ما يكون في عندك اتنين ونوص اللي هي عبارة عن الماجر ديفكت هدولة كلها تعتبروا ماجر ديفكت الزيرو بيضلوا اسمه كريتيكل أربعة فما فوق طبعا منسميهم اللي هم الماينر ديفكت يعني كلما صغير الرقم المرافق للأي كيو ال كلما كانت عندك مائة يعني من اتنين ونص أقل بيكون عندك ماجر ديفكت ماجر ديفكت يعني ما يعني بتكون نسبة الاكسبتنس فيها قبول هذه الباتش أو اللوت بيكون قليل أربعة وفوق لاحظوا في الشي ثلاثة أربعة وفوق بيكون عندك اللي هو سميها اللي هي ماينر ديفكت بتكون نسبة القبول عالية لهاي الشحنات أكي خلينا هلأ ناخد مثال ونشوف هلأ لو حكينا إنه we have an example هاي example we have 30,000 United Baskets الباسكت هادولة اللي هم بكونوا كيف سلال الأش اللي بتكون مشغولة بالإيد يعني we're ordered from Chinese household goods manufacturer يعني من مصنع من ما حال مستودع في الصين فكانت عنا اللي هي عملنا order لتلاتين ألف من اللي هو United Baskets اللي هي الإسلال تخيلها إنها إسلال الأش يعني بتكون مشغولة شغل أكي فشو بحكينا؟ بحكينا ما يلي اللي هو السؤال how do you determine sample size for inspection يعني قديش انت رح تاخد sample size عدد عينات for inspection للفحص طبعا and اللي هي quantity of defect that high quantity جماعة هون في لازم A quantity of defect that may trigger اللي هو rejection يعني قديش في عندك ممكن إني أخد أنا كمية من العينات هاي الكمية من العينات إيش تعتبر؟ تعتبر بالنسبة إلنا غير مقبولة طبعا هلأ بالبداية لما تجيني أنا هذا العدد اللي هو 30 ألف بدي أشوف أنا أول إشي أي لبل أنا بدي أستخدمه احنا how many levels we have we have حكينا اللي هم عبارة عن 3 levels 3 levels احنا بالنسبة لأخلينا نحكي العملية shipping لإصدير استراد وتصدير وإشي إلى آخره بكون عندك اللي هو general inspection level بكون 2 اللي هي the is the common used inspection level for everyday household consumer goods هاي اللي هي بالنسبة لأ اللي هي عملية shipping وإني أنا أجيب عينات من household شمعنات household؟ أخدناها household منذكرين أخدنا على حتى كانت من ضمن سؤال بعين household يعني لو وجاك مثلا household لأنه إحنا ذاكرينها what do you mean by household? of يلي جماعة لو وجاك في السؤال وإحنا أصلا ما أخدينها من ضمن العينات اللي حكي في عينات عندنا وحكينا من ضمن شغلات كتير يلا وادو من باي household يا عليكم هاي طب تضلها مداما مش 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 حدا مجاوب يلا خلينا نشوف خلينا نشوف قديش العدد العدد هو عبارة عن 30 ألف هاي العدد وين نروح إحنا؟ نروح للي هو تابر الرقم واحد بليفل 2 قديش العدد اللي موجود عنا بالشحنة أو اللي جايينا إن شاء الله حتى العدد 2 طبعا أقل لوتس بسايز 2 عن فكرة هياته زي ما احنا شايفين أقل لوتس بسايز 2 يعني مش شر دائما يتجيك العينات تكون العينات عددها كبير يعني ممكن تجيك انت للمختبر عينتين أو ثلاثة أو ثمانية مقبولة أو غير مقبولة نفرج هي أقلها 2 وفي عنا لسا اللي هي خمسمائة ألف وواحد وأكتر فخلينا نشوف إحنا قديش العدد عنا اللي هو تلاتين ألف فمنفتش على اللوتس بقدار تلاتين ألف طبعا هم ما اخذين رينج من اثنين لثمانية من تسعة لخمستاش اللي بتجيز هي بتكون على الحدود هاي العين اللي أنا بدي إياها اللي هي اللوتس سايز أو بتكون من ضمن الحدود فخلينا نشوف تلاتين ألف تلاتين ألف هاي هون اللي هي من عشر تلاف وواحد إلى خمسة و تلاتين ألف هاياتها هالي التلاتين ألف تقع ضمن هذا الرينج ولا لا تقع ضمن هذا الرينج يس أور نو يس آه يس فإحنا منفتش وين يس ويا بتكون على الحدود يعني ممكن تكون إنا عدتها خمسمية ممكن تكون عدتها عشر تلاف أو ممكن بتكون وذن يعني بوخ بوخدوهم يعني كل لوتس سايز في إلو رينج معينة يلا هلأ منيجي لوين منيجي لهون في عنا اللي هو جينيرال انسبكشن ليفلز وفي عنا سبيشال انسبكشن ليفلز في عنا اللي هو الفحص العادي وفي عنا اللي هو الفحص الخاص أو أنه من نحكي عنه مميز بإشي معين مثلا إحنا عادة رح نوخد جينيرال إلا إذا حكى السؤال إنه الفحص رح يكون سبيشال أوكي إحنا عادة منوخد جينيرال إذا لم يذكر السؤال أو ما ذكر إنا اللي هي ظروف هذا الفحص إذا ذكرت ظروف هذا الفحص إنه سبيشال شو منوخد منوخد إحنا السبيشال اللي هو إنسبكشن ليفلز حسب المطلوب من السؤال إحنا بشكل عام رح نبدأ بإيش منبدأ بالجنرال هلأ برضو بالجنرال we have level one level two level three طب أي أختار أي level هلأ بالنسبة للشحنات اللي هي العينات اللي بتيجي ضمن شحنة معينة دائما إيش بيختاروا بيختاروا level two إلا إذا ذكر في السؤال إنك لازم تستخدم level one أو تستخدم في السؤال إيش أنا level three أوكي إلا إذا ذكر إنك لازم تستخدم level one أو إيش تستخدم أو تستخدم level three ماشي الحال هلأ إحنا إيش استخدمنا level two منيجي لعدد العينات هاي عدد العينات اللي عنا اللي هي 30 ألف وذين this range فبمتخط منها وبخليها وين يقطع يقطع اللي هو جاي من level two فشو بكون عندك الرمز اللي منسميه الكود لتر إيش الكود لتر بالنسبة لنا رح يكون رح يكون م أوكي عرفنا كيف اخترنا الكود في أحد عنده أي سؤال عليه يعني كانوا هاي هاي level two ما اللي هي العمود اللي فيه lot size اللي هي تقع ضمنه العينات اللي أنا بديها فإيش طلع عندي طلع عندي M أوكي يلا هلا بعد ما أطلع اللي هو الكود لتر وين بروح بروح ل التاني هاي chart table اللي أول ما نسميه AQL table التاني وعيش منفتش منفتش على اللي هو ما يسمى M اللتر اللي أنا مطلعه وين M يقع هاي في عندك هاي العمود الأول اللي هي sample size هاي العمود الأول وهي sample size اللي هي تتوافق مع الكود لتر الكود لتر اللي أنا ما أخده M M أخدته عند اللي هو الانسبيكشن level 2 قديش عندك sample size اللي رح أتعامل معها طبعا هذا برضو بالجدول هدول الجدول برضو عالمية ما بتتغير اللي هي 315 أوكي هلأ خلينا نشوف هلأ إذا حكيت لك أنا بدي إنه هو critical level critical level معناها اللي هو عدد اللي هي القبول في أي عينة فيها عيب معين بدي يكون zero أوكي لو حكيت لك major major وين بروح بروح عندي العدد 2.5 خلينا هاي أنا بمشي M وين بمشي عند العدد 2.5 وين العدد 2.5 هياته اللي هو major اللي هو defects فإحنا منحكي AQL 2.5 هاي في إلو table فمننزل مننزل لوين بيجي لهون في عندك هاي 14 رقم و15 في حد عنده أي سؤال في حد عنده أي سؤال طيب هلأ شوفوا هاي الأرقام بتدل على إيش بتدل على defect sample على العينات اللي فيها عيوب هاي الأرقام كلياتها تدل على العينات اللي فيها المسميها defect items طيب هلا acceptance AC هيا acceptance إذا كان عنا عدد defect sample الموجودة في هاي sample في هاي عنا تساوي 14 في إيش تعتبر هاي الباتش أو اللوت تعتبر بالنسبة إلنا accepted إذا كان عنا العدد الموجود في هاي sample size 15 فهاي الباتش أو اللوت ايش تعتبر مرفوضة يعني هاي RE rejection حكينا والAC ايش معناها معناها acceptance acceptance ف14 في هاي the sample size قداش 315 أوكي 14 إيش بدي يكون عنا بدي يكون الباتش كلياتها مقبولة الباتش لقداش عددها أو اللوت العددها 30 ألف شوفوا إذا زادت عن وحدة يعني إذا بدل ما أفحص أفحص كانت مثلا 14 صار 15 ما بحكي يلا ماشي ما هي واحدة زيادة لا إذا زادت عنها إيش بكون عنا لأنه إحنا بنستخدم limits حدود يعني هذا الحد الأقصى من وهذا الحد الأدنى من ال رجيكشن لأنه يسموها AQ limit حتى limit حد فهي 15 إذا كان في عنا 15 إيش بالنسبة إلنا بتكون بالنسبة إلنا اللي هي خليلي بس أشوف هاي 15 معناها إنه كل هاي الباتش اللي أجت عندي بتكون عندي مرفوضة طيب لو حكينا مثلا عند أربعة لو حكيت لك مثلا عند أربعة هاي أربعة AQL أربعة برضو عند نفس السامبل سايز اللي طلع ليا هذا الكود طبعا هاي السامبل سايز عالمية حسب إيش رح تنتبه 22 دكتور أيوة بمد خط بهذا الشكل هيك وباجي لوين باجي لهون هلا إذا كانت عندي العدد طبعا إحنا الأربعة على وين وصلنا وصلنا لإش منسميه الماينر ديفيكت معناها إنه أنا بدي أقبل بأكبر عدد إذا كانت عندي 21 عينة فيها ديفيكت معناها مقبولة 22 مرفوض الحد الأدنى طبعا من الريجيكشن اللي هو 22 مرفوض نفس الإشي ليش إحنا مثلا منتعامل مع اللي هو مثلا ماكسيمم ومينمم هاي ماكسيمم number of accept هاي minimum number of rejection لأنه منتعامل مع limits طيب لو حكيت مثلا حسب هذا الجدول 6 ونص هاي 6 ونص قديش العدد بدي يكون عنا عند 6 ونص ما ما فيش إلها بري جود فيش إلها أكي لأيش معنا بدي أستخدم بدي أستخدم اللي فوق يعني اللي تحت هون فيش إلو استخدام اللي هي مثلا NBQR اللي بهون عند 6 6 ونص يعني لا يعني كمان إنه كان في عندي كمان اللي هي كانت أكثر سهولة إنه برضو بدي أقبل بإعداد أكبر فرجوان اللي بنتهي القبول ينتهي القبول هون عند اللتر L في 6 ونص هلا خلينا مثلا لو نيجي نحكي عند اللي هو هون 0.065 يعني AQL 0.065 طبعا هاي بتكون عدد القبول بتكون كتير قليلة عند M M اللي هي شو بدأ تأخذ فيش فيش إلها يعني K و L و M تقريبا بأخذ أو حتى عند L خلينا نحكي لو أقينا أكتر دقة ال Acceptance راح تكون 0 0 و و و 1 1 Okay Acceptance 0 و 1 شوفوا إنه كل ما قلت عندك اللي هو الرقم المرافق ل AQL كل ما قلت عندك عدد العينات المقبولة يعني خلينا نأخذ مثلا أو كان عندنا عدد العينات 2 sample size 2 اللي هو A تخيل فشي ما ما نم نقدر نمشي هدا إلا عند 6 و نص هل هاي بقدر أتحكم بهاي الأرقام No حكينا اللي هي عبارة عن إيش عبارة عن اللي هو Inter National هلأ ممكن هذا ال الأول هذا ال الأول إيش أسميه أسميه 1 A وال ال التاني أسميه اللي هو 2 A هدول الاتنين إيش لازو يكونوا عنا لازو يكون عنا مرافقات لبعض يعني مش مثلا يكون عندي table 1 ويكون عندي table 2 أو table 2 ويكون عندي table 1 أو هدول اللي هم both في حدا عنده أي سؤال في حدا عنده أي سؤال طبعا بختلف الحل لو كان عندك level مثلا لو بدي أاخد أنا بديش أاخد لو ما حكيت لك أنا بدي أنا اللي هو level على نفس العدد بس أنا بدي level 3 level 3 أش بدي يكون عندك بدي يكون عندك الكود N كود N بدي أشوفه وين هو رح يكون عندنا اللي هو N حياته هاي الكود N على level 3 قديش السامبل صار شوف السامبل صار زي اختلف 500 500 اه هلا لو بدي أمدها لعنده 2 طبعا 0 لو بدي أمدها عنده 2.5 أشوفها 2.5 اللي هو هيكون عندك اللي هو 21 و22 ليش زادت عندك عدد acceptance وزادت عدد rejection لأنه السامبل size عندك زاد 500 هل بوجود عندك في اللي هي 4 AQ4 لا AQL4 مش موجودة فش عندك بقدر يعني بقدر بس أستخدم اللي هي حكينا الabove use sampling plan above the arrow يعني بقدر أستخدم بس هون الabove the arrow عرفنا شو معنات above وشو معنات اللي هو below يعني هون مثلا إني بقدر أستخدم فقط below the arrow هون هون ها هون باستخدم فقط الabove the arrow هون فش إلو استخدام هلا بدي أشوف في عنا للspecial inspection هاللي يوجد لدينا special inspection هاي الليتر سبعة special inspection هاي الليترز موجودة لاحظوا إنه هاي الليترز تقريبا متشابهة متشابهة للتنين بس الفرق إيش رح يكون عنا الفرق إنه هون الجدول التاني لمن موجود عنا للنور normal inspection normal inspection اللي هو لمين تابع بدي يكون عندك تابع لهذا للgeneral inspection levels إذا كان بدي أستخدم عنا الspecial بدي يكون عندك جدول تاني غير الجدول الموجود عنا مش النور ما الواحد تاني بنسميه special أوكي يعني هذا في إلو جدول تاني وهذا في إلو جدول تاني مختلف يعني هذا عندنا الجدول الأول اللي هو general inspection level في إلو هذا التشارت المرافقة إلو منسميها normal إذا كان في عندنا special لازم يكون في عندك جدول آخر غير هذا الجدول المتعامل معه ماش الحال خلينا 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 شوف هدول اللي حكين عنهم الكريتيكال والديفكت والماينار مش عارف كيف لاش هاي آي 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 مش عارف لاش طلعت لي هيك المهم إذا كان في عندنا اللي هو AQL 0 بحكي لك that mean any single sample with key defects will lead to unequalified whole patch any single sample يعني أي sample لو واحدة تطلع فيها عيب خلص يرفض ترفض جميع العينة أو جميع الباتش هاي منسميها AQL هاي the most critical defect الماجر اللي هي 2.5 اللي حكينا احنا النمبر من 14 إلى 15 اللي هي رح طبعا حكينا رح يكون عندك intersection للcolumn اللي هو 2.5% after M أروز هاي حكينا حكينا إذا كانت عندنا 15 or more major effects are found and the whole number will be rejected يعني من 15 وفوق هاي تعتبر حد يعني حد من حدود المت للقبول الماجر الحد عندنا الأعلى 14 للacceptance والحد لأدنى 15 للrejection هلا الAQL اللي هي 2.5 اللي هي رح يكون عندك as percent اللي هي 4 percent متذكرين اللي حلينا احنا بالمحاضرات القبل اللي هي conforming non-conforming items يعني هاي لها علاقة بالconforming percent conforming non-conforming items الحد الأعلى للacceptance 21 والحد الأدنى اللي هو عبارة عن 22 طبعا إذا كانت عندك 22 or more اللي هي يكون عندك دفاع اللي هي defects و result in rejection بدو ينتج عنا اللي هو رفض لهذه العينات في حدا عنده أي سؤال على l-aql sharing الكل شايف البنت شايف البنت عادة الثانية طيب هلا نشوف l-acceptance number اللي خلي نحكي إنه هي دي maximum number of non conforming items items allowed in the group in the ship خلينا نحي in the lot allowed in the patch or lot okay هاي مسميها acceptance number يعني الرقم المطلوب هذا أو المقبول خلينا نحكي هو عبارة عن أعلى رقم من non-conforming items non-conforming يعني اللي فيها defects مثلا لو حكيت لك شو أعلى رقم أخدنا عند 2.5 number of أعلى رقم 14 كان في المثال لو عند 4 شو أعلى رقم أخدنا وكان في non-conforming وكان في defects كان عندك 21 okay هاي ايش منسميها هاي منسميها the acceptance number الموجودة في patch أو الموجودة في اللي هي lot هي مفروض أحكي أنا lot or patch لأن lot أكبر من patch في حدا عنده أي سؤال لا دكتور طيب هيك ما يكون إحنا أنهينا محاضرة l-aql okay yeah في حدا عنده أي سؤال